نحن بين أمام كل الصعور سرقين الغربي شمال وزنور نحن الجيس يمبر إبارة الحلور نحن الجد كن من قار نحن اللي وزن نارو برور نحن عطينا الآية بسم الفرور حقَّل شنطل آية نحن الجد كن من موت دوما بعد الإستماعين نحن الجد كن من قاعدين إلا أميين الصعبية محيبًا للمشير من جمعها الأحياء نحن الجد كن من قاعدين إلا عميل قويل يضحف لنمشيك تبشى وعنبخيك يا عصد الأمامي بحيك بحيك يا عصد الأمامي بحيك 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 نبقى الآن مع تحية من الأمين العام للتنظيم الشعب الناصري النائب الدكتور أسامة سعد تليها كلمة الأمين العام للخزب الشيوع البدناني الرافيق حنى غريب لإخوة والرفاق التحية لكم جميعا والتحية للحزب الشيوعي اللبناني الذي نظم هذه التظاهرة اليوم ونحن نمر في أصعب الأيام ويبدو أن الآتي منها هو الأصعب لذلك نحن أمام مهام ومسؤوليات أساسية لا بد أن نقوم بها إنها المواجهة مع هذه السلطة المجرمة التي أوصلت البلاد إلى كل هذه الانهيارات والأزمات على كل الصعود الصحية والتربوية والمعيشية والغزائية والخدماتية بل أنها قوضت هيكل الدولة وضربت معسساتها نحن أمام مواجهة مفتوحة لا بد أن نقوم بها وأنا إن هنا أدعو إلى معاذلات قوة جديدة قوة سياسية وشعبية وأهلية ونقابية قوة تضم بين أوضاعها وأطورها النخط المثقفة والفكرية والوطنية المخلصة لهذا البلد لهذا الشعب المخور أدعو إلى هذه الجبهة الوطنية التقدمية الديمقراطية من أجل مواجهة هذه المنظومة من أجل كسر القواعد والمرتكزات التي تقوم عليها وهي مرتكزات طائفية ومذهبية هذه التموضوعات الطائفية والمذهبية المتحكمة بمراكز القرار بالدولة هي ما أوصلت البلاد إلى ما نحن فيه هي من شرع الفساد هي من شرع كل التدخلات الأجنبية من كل حد وصوب في شؤون بلدنا هي من دمر هيكل الدولة لذلك فأن نضال من أجل الوصول إلى الجبهة الوطنية السياسية والشعبية والبرلمانية أيضا من أجل مواجهة الأوضاع إنها معادلات القوة التي يجب أن يوفرها شعبنا اللبناني في مواجهة هذه السلطات المجرمة هل نتمكن من ذلك أنا على يقين إن شعبنا قادر قادر على إيجاد معادلات قوة جديدة تفرد ميزان قوى جديد يتمكن من إسقاط كل هذه المنظومة السياسية التي أوصلت بلدنا إلى ما وصلها إليه نعم نحن قادرون على ذلك وسنسعى إلى ذلك جنبا إلى جنب مع كل القوى الوفية والمخلصة لهذا الوطن ولهذا الشعب وشكرا لكم والسلام عليكم كل ذلك التحية تحية لكم رفقات ورفاق كواً سياسية ونخابية واجتماعية وأعلامية وقد جئتم من كل لبنان ولكل لبنان هكذا كنتم وهكذا ستكون طليعة مخدامة مقاومة وطنية شعبية كما كانت التحرير فستتقاعدة للتغيير الحقيقي فستمي حاجة لتوصف وضعنا الكارسي في لبنان كلنا نعرفه لم يبقى احد في العالم الا ويعرفه اصبحنا مثلا لكل شعوب الارض فيما سابنا بالبلاء الشعب اللبناني يتعرض لحرب بادة في آلة قتل خسفها نظام سياسي طائفي طبعي على رأسه سمرة سياسية مجربة مكونة من تحالف من تحالف سياسي سلطوي مالي متفنن في استخدام كل اساليب النهب والافطار والتهجير والقتل هو اليوم مشؤول عن كل عملية الانتحار هو السبب هو المجرم هو الدافع لليأس والإحباط والتخويم هو وراء هذا الانهيار الفضيع لمعظم وظائف الدولة ومؤسساتها هو وراء تفكك نظم نظم الخدمات العامة من كهرباء ومياه ونقل وصحة وتعليم وسكن أطرفه أطرفه جميعا شركاء كانوا ولا زالوا في نظام المحاصصة الطائفية متمسكون هم المسؤولون عن كل هذه الجرائم من صغيرهم إلى كبيرهم متوافقون على التهرب من التحمل المسؤولية وتحميل تبعات فشل سياستهم لهذا الشعب للعمال للأجراء للموظفين مدنيين وعسكريين أساديس ومعلمين متقاعدين ومتعاقدين ومعهم الطبقة الوسطى وكل من يأكل بعرق جمينه خلفتهم محصورة في تفاصيل سيغة التسوية الطائفية الجديدة التي يعملون عليها وعلى كيفية توزيع الحصص فيما بينهم خطاب شد العصف الطائفي الذي تسمعون به في ملف الرئاسة والوظائف وفي استصادمات وفي السلاحيات هذا الخطاب يجمعهم متوفقون متوفقون عليه تشوير الصراع تشوير الصراع في لبنان صراعا طائفيا لإعادة إنتاج تسوية طائفية جديدة كما بينهم ولتمسي حقيقة الصراع الطبقي والاجتماعي لتمسي جرائمهم في نحب المال العام وفي انفجار المرفأ يجمعهم ابقاء لبنان أسير دوامة الأزمات التي لا تلبس أن تعود وتنفجر من جديد تظاهرتنا اليوم تظاهرتنا اليوم هي صرخة غضب أولى صرخة غضب مدوية لن ننتحر سنواجهكم أينما كنتم وستدفعنا الزمن تظاهرتنا بداية خطوة أولى سيليها خطوات في سياق مواجهة مفتوحة ضد مشاريعهم السياسية الطائفية من الفدرالية إلى المسالسة المذهبية إلى المركزية المالية والسياسية الموسعة ولأي تعديل رجعي في نظام الطائف تظاهرتنا هي لتحزير الشعب اللبناني كل الشعب من مخاطر هذه المشاريع التي جعلت من لبنان حقرة تجارب أشيرة دوامة الأزمات التي لا تنبس أن تعود وتنفجر كل مشاريعهم لم تبني دولة تؤمن الحياة الحرة الكريمة لشعبنا بل فرخت دولات طائفية مذهبية مولدة للأزمات وللحروم وللانهيارات ولهذا الخراب الكبير نتظاهر اليوم في الشارع لنعلن لشعبنا عن مشروعنا البديل عن مشاريعهم القاتلة هي دولة علمانية دولة مواطنة مدنية لا طائفية ديمقراطية وعدالة اجتماعية دولة قادرة على تحرير أرضها المحتلة من العدو الصحيوني وعلى حماية سروتها النفطية والغازية دولة لا تطلق سراح العملاء ولا تفرط بحقوق لبنان ولا تتنازل عن الخطس وعشرين ولا تطبع مع الكيان الصحيوني ولا تعترف به في مؤاهدة دولية وتقول انتصرنا نعم مواجهتنا مواجهة ساملة بالخضية الوطنية نعم بالمقاومة الوطنية للتغيير وللتحرير وضد كل وضد كل أنواع التدخلات والوصايات والضغوط الخارجية بالمال العام المنهوب والمهرب للخارج بجريمة انفجار المرفأ بالرواتب والهجور بالمعاشي التقاعدي بالودائع الصغيرة بتعوضات السناديق الضامنة بنظام ضريبي تصاعدي واجهنا جميعا وسنواجه من يريد تغيية صحية شاملة تعليم نوعي رسمي جامعة وطنية كهرباء مياه نقل مسترك وسكن عليه أن يواجه من يريد أن يعمل وينال حقوقه ولا يقبل منة ولا حسنة من أحد لا خيار له إلا أن يواجه ومواجهتنا شاملة في الوعي في الخطة في الدرس في السياسة والاقتصاد والإعلام وفي كل مجالات الحياة في القطاعات في المناطق والمؤسسات الرسمية والخاصة في المدن والقرى والساحات بالإضراب والأعتصام والتظاهر وبكل الأشكال وأساليب المواجهة الكفيلة بوضيح حتى النهائي لمسلسل الإجرام السلطوي المتماد في اعتداءاته على كرامات اللبنانيين وحقوقهم الإنسانية كل التحية لانتفاضة القطاع العام المستمرة منذ شهرين لكل الاتحادات واللجان النطابية العمالية والمهنية المستقلة التي تعتصم وتتحرك في الشوارع نحن معهم تظاهراتنا هي تظاهرة تظاهرة دعم وتأييد لهم جميعا تعبير عن إرادة صلبة مصممة على ولادة بديل وطني جبهة وطنية من رحم كل هذه المعارك بديل وطني تشارك في إنتاجه أنتم جميعا بديل من أوسع الكوى الوطنية الوطنية والديمقراطية والفئات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والنسائية والطلابية الضوافة للتغيير تظاهرتنا اليوم هي نداء هي نداء نطلقه من خلالها إلى هؤلاء جميعا لتتحد السواعد كلها ولنعمل معا على امتداد مساحة الوطن في كل المناطق والقطاعات من أجل قيامة جبهة وطنية وكا برنامج مشترك انتصارا انتصارا لروح انتفادة سمتعش تشرين الوطنية والشعبية وتحقيقا لأهدافها في التغيير وتوفير الحياة الحرة الكريمة إلى الأمام إلى الأمام تقدموا يدا بيد لبناء هذا البتيل القادر على خوض الصراع المفتوح تتهاده السلطة ونظامها المجرم ولمنعها ولمنعها من إجراء أي تسوية طائفية جديدة بين أطرافها جبهة وطنية تفرض نفسها طرفا أساسيا في تصويب موصلة الصراع باتجاه الإنقاذ باتجاه التغيير الحقيقي فبالتغيير نتحرر ونحفظ إنجاز التحرير وتضحيات الشهداء الوطنيين والمقاومين وكل للذين تحروا من أجل تحرير هذا الوطني وشوفنا شكراً لكم شكراً للمشاهدة